اشتركوا في القناة 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 ما فيه ده؟ فينك يا عمران بيت تجي تشوف؟ بولك ما تجيب ليش سرته بقى انا مش عايز اتجوزه خلاص لا يا شيخ مال ايه مدى ان احنا حليمتي فيه؟ ما بيسألش فيه خالص يا كاميليا يعاني معلز خدت الدواء؟ لا ليه؟ كده مش عايز ااخد الدواء انا خلاص ذهقت وبعدين في الاخرة انا عرفت ان اللي عندي ده عامري ما هنخف منه ملوش قصلا علاج انا بس محملة بابا عب على الفاضي اولا انت مش محملة بابا عب ثانيا طالما مش هنخفص يبقى نصحه يبقى الدواء بتاعنا كل يوم لازم هو يطمن علينا واحنا نطمن عليه كاميليا بقولك يا سبيني بقى عشان خاطر مش عايز ااخد دواء انا كيفة ان انا اطرهب من وابعد عن كل الناس كنت عملت كده وخلصت ده بالزمة ده اسمه كلاما لما الجمال ده كله يطرهبن ويبعد عن الناس وما المين اللي هيحب ويتجوز ويملى الدنيا كلها عيال انا بجد خايفة انت مش فاهم انا خايفة ايه خايفة خلف عيال زاي واللهي كل يوم بخايفة انزلة تجيلي الحالة وانا في الشارع ما عشان ما تجلناش الحالة واحنا في الشارع يبقى لازم ناخد الدورة كاميليا انا بجد زيت انت مش فاهمة انا حاسة بايه انا حاسة ان كل يوم في مليون واحد بيصرخ في دماغي طول الوقت انا مش عارفة انا عملتي عشان يحصل لي كل ده انا بجد ما عرفش انا بجد ت señora تاير 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 ده مين جاي السعادة هتكسر الباب انت طيب ايه يا ولا هتكسر الباب فيه يا امه كنت فيه بلي صعب اخبط على الباب هكون فين يعني قاعدة متهببة مستنية المعدول المعدول ده بقى اللي هو انا ايه يا اخي انت جدك واكسة اللي عمرك ما فرحتني على طول ايد وارا و ايد قدام فاضية عمرك ما جبتلي حاجة نفسي حس اني مخلفها راجل ايه ايه ده سيدة ولا فيه ايه انا مناخيلي ما تكذبش ابدا انا شامي مريحة ده ابو كفتة في البيت ده ايه ولا الجران الجران من الصبح مش رحمين حد مش عامينيه في حساب الناس جران على ايه انا برضه سيدة اه الجران اقطع دراعي لما كانت كباب والكفتة في البيت ده لان انت غيرت عددت عند عادة ايه اللي جابك عادل مين والناس نايمين يا حاجة انت مش قولت هبايت عند عادة انت مخبية يا كباب انا انت بتعمل ايه وادور عن كباب والكفتة يا حاجة كباب والكفتة اهو ه 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 بتشتغلين انا يا سيدة الكباب والكفتة هم انت خب على ابنك سبعين كفتة وحطة لحمة ماشي بسم الله الرحمن الرحيم ابا هو اكبر طول عمر اقول الشقة دي مسكونة احنا لازم نعزل مسكونة مسكونة شوفي طالما اللي ساكن البيت ده حاتي يبقى مفيش مشكلة عادة انت بتعمل ايه؟ باكل ادعاه طب دعاشا النهاردة وغدا بكرة طب عودي بس انا عزك موضوع المهم يا عودي انا مسافر سافر يا اخويا والقلب دعيلة كده هو؟ من غير ما تقولي لي رايح في نداهية؟ رايح في نداهية رايح ايطاليا هم طالبين بقر هناك؟ يا اما انا بتكلم بجد مش بغزر هتسافر ازاي يعني؟ اتفقت مع بلح بلح عن نصاب؟ وده هتدقوا ده؟ ده كذبوا نصاب يا والا اعمل يا اما انا كان لازم يشوف لي سكة اخرج بيعمل فقر اللي نفيه ده طب ما تسيبك من كاميليا بالتسمية البقرية وتجوز بالتزنب اللي بتلعب بالفلوس لعب ايه مش كاميليا دي تبقى من تخوط برضه ولا غلطة؟ لا بالتسمية البقرية اللي جايبها لنا البقر ربنا هياخدها زيادة ما هو خيدها قال لا زعلان عليها قوي طب انت عارف ان كاميليا دي شؤم بعد ما تجوزت بسنة جوزها مات ومدفون في مقابر الصدقة يعني لو كنت تجوزتها انت كان زمانك مدفون ما كانوا قولك يا اما فوقي بقى من الكلام ده انا بجد مسافر وقلت اقولك عشان يبقى عندك علم يا ابني يا ابني استهدى بالله واحد وبك يا ربنا هيفرجها بس قول يا رب ما انا عمالة اقول يا رب طول عمري عمالة اقول يا رب ما فيش حاجة بتحصل اهو ما زدعت ربنا سمع مني وهسافر ان شاء الله وهتدفع فلوس بقى لحامنان بابياخد فلوس قد كده على قلبه عدل هتفعلي وبعد كده انا بقى هتفعله من فلوس الشغل هناك اطلب المتعوث على خيب الراجة وعدل هيتفعلك ويتفعله منين يا خاية هنتصرف يا اما هنتصرف طب يلا اقول امر فيه بس خلاص كده اقول ايه هو اظن خلاص انا لسه مش بعتش لا يلا اودى لسه بكرة لا انا احنا في النهاردة مش هو بكرة ازا او انت اوكل وحدك طب خذ اقولي معي حلوة جميلة التعجيبك ايه ايه بقولك يا ابا عزيز بتقدم في الشغل تاعت الاسكنة الاجتماعي دي اللي منزلها عندنا في بيزارة يمكن القرى عتجيلك وتاخد شهياخ دي بالاستة على عشرين سنة اه جبال حق ضمن عمرك اشتذ حكاة الاسدرة عندكم بنات بجاهزهم دي باتي عايزة تتشوار عايزة تجهز عالم وانا بقولك عشان البنات يمكن الشقة دي تطلع نظيم بنتي ومس سبع بنات اللي عندك انا عندي ستة بس انت عاد غالط لا لا ستة ما قايت نعيشها مع امها وتبزر معها بباتي برسلها ومورها معاها اه اه دي بقت مديرة كبيرة يا الله دي الكنب دي بقى لي سنتين ما شفتها بش ده امها هي المهويات هي اللي محرج عليها انها هتجيلك وتتصل بيك اه 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 اطوعك كله اطوع قلبي اه اشتطوع ان انا طبعا البنات بيشتغل ابوه والبت مهما بعدت بتحن الحضن ابوه اسمع مين انا اه احنا انت رايك ان انا اللي راح اشوفها اه طبعا يا اخي اللا بنتك ومن حقك تشوفك مش كفاية سبتها لها وبعدين عايز اقولك على حاجة انت المخروض السيطة دي ما كنتش تتجوزها من الاساس اه يا مال كل شيء نصيبي علي ما عادت في الفاتل وصان العقل وبعدين انا خلاص اختارته وسعيدة في حياتها وقضية الحمد لله عالكت انت ما عندكش عد غلطان خالص ماشي ماشي اعمليلى اللي هاجيبك يا ابا عزيزة انا اعنصالت فيك ايه ما خلاص اه انا 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 احوم بالريطة الى اراح نشوف الناس استنى بس شوف اللواتي ايه صلي على النبي صلي احوط اشوف يا بخت من زهره صلي اه اسملا بنور جماله صلي ازكا كريم يا ابن الكريم ازكا خليلة انا بقى ايه نحمد ربنا خد السبح دي اه خليلة دي لبقى عندي دكانك سبح في البيت بس دي مش أي سبح دي من مكة تاخدها تسبح للي خلقك وتصلي على نبيك اللي يشفع لك علي الصلاة والصلاة شكراً كتر خيرك اخد سبح انها متكرين يا زي النبي ما حتورد على جنة انها اللي مش عورد على جنة الله انت لا هتوردي على جنة ولا على نور أصلا خط مربا خطر مربا خطر مين؟ تصدق في الآخر هتطلع الستة دي أغنى مني ومنك هو روح هل ستشوف أتعمل إيه؟ يلا روح روح تك على الله سلام علي ما ألف سلام يا سيدي أحناي ما عارف ما عارف ايه؟ اخذ بعضك ده وراء على فيه لا ده أنا راح مشوار صغير لغاية أقول الشرع كده وراجع بطفول أنا سمعت انك اللي من دول لازع عند بلح ايه الحكاية؟ ملح لا بنقض عنده يعني بنقضي واجب يعني بنقضي وقت أحمد أخير فقاتت كناوي تخلع تشايف اللي بيموتوا في عرض البحر لا خلي بحر إيه وخلع إيه أنا مفيش كلام مندر على كل حال أنا كلمتلك المدير عندي فيش لا خير الله يخليك لا مدير ولا أحزنون لا أنا مش هازل أشتغل في وظيفة حكومية أنت عارف يا خليل ووظيفة الحكومية دي يعني 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 وعنى زي المقبرة أنا لو دخلتها من هنا مش أخرج منها أنا أنا مقصودش حاجة يا خيال أنا أسف أنا بس أنا بس عايز أقولي يعني أن أنا مش عايز أراي عمري وصلح حكمية دايقولي يعمل كده ودايقولي ما تعملش كده واغر الشخر اخدلي ملالين لا اكلوني ولا يكسوني ولا انا غلطة ده خالي لا دك حقا دك حقا انا اسفى خالي انا مقصوتش لا لا حبيب لا لا اشعك 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 خالي اشعك سمع شكرا شكرا ابو حمد شكرا هيا بنتي هتفضلي قاعدة كده قدام المراية لحد امتى وانت ايه لم باقيك يا مونة؟ خايفة عليك تتجنني مخك تلاحص لا يا حيوتي ما تخافيش علي اللي بتجنن ده اللي ما بيعرفش يبص للمراية انما بقى يا بخت اللي مرايته بتحبه تصدق انك بايخة وقلت الزق بقولك ايه؟ انا مزاجي عنب ومش طالبة معايا واحدة زيك تباوزهولي ايه مزاجي عنب دي؟ متنعي الفاظك ايه؟ واحدة جاية من الشرع؟ بقولك يا بيت دمت انت بنت معقدة ومستفزة انا مش عايز اتكلم معيك كتير بحيشو في حد غير اتكلم معيك خلاص؟ تصدقي بالله ان انا غلطان انا جيتلك اصلاً ما تغلطيش تانيه؟ مستفزة الس Houston أهلو انا اسلي يا سيزدق ايا على الازعج انا بس حب دكاليى كلكل معك علشان اشكرك لا لا تمام انا هجي طابعاً بكرا بتقلقش باي باي أختك ماروة دي هتتحبل من كترة عادتها قدام المراية ملكيش دعوة بيها هو إيه اللي مليش دعوة بيها دي وإحنا بش إخوات وعايشين في بيت واحد وأنا انت عايزة إيه هاتي من الآخر زي في عميش الهيسة دي كلها وقلبة الوش دي غير ما تكوني عايزة حاجة يا بنتي أنا صعبان علي بس فلوسها اللي عملة تصرفها في الحاجات اللي بتحطها على وجهها مش إحنا أولى بيها أيوهاتي من الآخر عايزة إيه بالزبط بص يا ستي أنا عارف أنك أنت اللي هتفهميني فيه الصراحة أنا عايزة أعمل مشروعة بقولك يا مون هسيبيني عشان خطرنا الماغ مش ريئة والله العظيم مكسامه مضمون وهو نساعد أبوكي شوية بدل عيشة اللي إحنا عايشينها دي يا مونة بقى السيبيني وحيت أبوكي عايزة تفرج على الفيلم هو أنتو مالكوا وكلكوا النهاردة داربين مية وحداشر كده ليه بقولك إيه يا حبيبتي بدل ما أنت عملة تلف على كل واحدة في البيت عشان تسفر فلوس اللي بجابها ما تشقتلك عريس يتجوزك وينيكي في بيت ويرياحك من التفكير في المشاريع تصدقي بقى أنك قليلت الزوق؟ وبعدين إيه يقنيني دي؟ هو أنا هتجوز ديك؟ يا أختي يجي تديك بعد كده ربنا يحلها على فكرة بقى والله العظيم أنا لو عايزة تجوز هتجوز من بكرة بس أنا اللي مليش نفس لا ده أنا واسكة والله ربنا يفتح نفسك هتموت هتموت وتتجوز يا أختي خليها تموت تبقى تقابلني أنا مش معاكي خلص يا كاماليا في اللي أنت بتقولي ده ده حقك ولازم تقديمني حبابة عينيهم يعني يا روح أمسك في خناء الناس خناء ليه؟ هو ده مش حق والله العظيم أنا مش فاهمة يعني الله يرحمه كانجوزك ودي شقته وينتي ليكي حق فيها؟ يعني إيه المشكلة لما الأمور تتصفى؟ أنا لو منك هقل بدوني ليش؟ انتو بقى اللي ناسيين إن الشقة دي في بيت عيلة وأنا مخلفتش يعني هم ليهم حق فيها في الآخر بقى أروح أمسك في خناء الناس عشان تكمل ليه من اللي ليه؟ والنبي لو مليه واحد حقك يا كاماليا ولازم تقديمه ده إيه الهم ده؟ أقولك على حاجة يا كاماليا بس ما تزعليش مني؟ أنا هزعل منك لي بقى إن شاء الله أه بصراحة أنت كده غلطانة للتجوزتي من الأول ماشي يا أختي وليلي بقى هو أنت يعني كنتي بتحبيه قبل الجواز قصدي؟ قبل الجواز ما حبتهوش لكن بعد الجواز تقدري تقولي يعني حبيته بس مش قوي بس كنت باحترم وعشان كده مش عايزة أزعر القلب وإيه دخل الكره والحب بالحق يا كاماليا؟ يعني هو فعلاً ممكن الحب ييجي بعد الجواز؟ طبعاً، زي ما فيه كتير بيحبوا بعض قبل الجواز وبعد الجواز يكرهوا بعض موت أنا على نفسي مش أتجوز واحد إلا وأنا بحبه جداً ولازم أقامل نفسي معاه يعني إيه؟ يعني لازم يعرف إن لو زعلني هيكاعة دم قلبه وهيروح فستين له شيخة نييلي هو داي بقى حب لا يسمعها حرب أنت يا بنت متعقدة من اللي بيحصل لي؟ لا خلص، أنت بس صعبان عليك صعبان عليك ليه يا أختي؟ أنا كويسة ههو زي الفور بقولك يا كامالي يعني إتي زي حبيتي بعد الجواز؟ يعني هو عمل إيه بالضبط عشان يخليك تحبيه؟ حم طب أؤمنا بقى والّا قومك فضولي لغ جداً حتتخني وتبدأ قد كده إيه? ولا حاجة كان طاίب يعني هو فيه حد بيحبه حد بس عشان هو طايبي كامالي؟ أنا من أول يوم حسيت إنه هو عارب إنني مش راضي عن جوازي بيه يمكن قال لي ده بشكل غير مباشر خب لكن عمره ما قال لي كلمة دايق بالعكس كل مرة كان بيدوميني فيها كنت بشوف عنيه أمل أمل أني أتغير وأبقى معاه بعقلي وقلبي قبل ما أكون معاه كزوجة وقيتين خليني أتكسف من نفسي من كتر ما كان بيعمل المستحيل عشان يحافظ على البيت اللي بناه كان بيدافع عنه كان طول الوقت بيفكر فيه وخايف علي حتى وهو تعبان لكن عمره كان قصير بس هي الدنيا كده دايماً بتاخد اللي منحس بقيمتهم متأخر ياه ياه انت عارف يا جمي أنا نفسي أحب بقى انت عارفة اني في نسمة بتعرفش تحب لا فهمتي بقى هتفهمي يا قدي استعقلة كله حيق على حيق بتقلعيش بتكلمك على التليفون ما بترديش ليه كنت بتعصر مع سامح ما أنا عارفة وصلتي لإيه اللي أنا عايزهاي طبعاً اللي هو ايه طمينيني مامي لو يتكوني فكرة ان واحد زي سامح ده ممكن يحبه ولا حاجة وانتي مش سهلة برضو يعني هو لمح بس انا قلت له مش وقت صحة كده لازم يعرف ان اللي يوم كنت تجوزيه هو متجوز طلق مراته ياه هو لحق لما اكملش معها سانا سامح ده واحد قناني عايشت لنفسه بس ما انت مسانيه حد يا مام لا خالص اتمس انت موجودة؟ اتمس انت موجودة؟ ام 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 ا طيب أنا أذنكم عندي تليفون يا أماما ما قلت لكيش أن أنا اتصلت بك كتير عشان أشوفك أنا عارف أنك زعلانة مني بس حبيبتي أنت وحشاني وكان نفسي أشوفك حتى لو أماما مش عايزة والله اتصلت بك كتير بابا هو أنت عايزي يعني حضرتك عايز إيه من الزيارة دي نشوف بعد أه طب قد إحنا شوفنا بعد أهو كله تمام خلاص المهم بس عندي أنك كما تفتكرش خالص أني ممكن أسيب بيتي ده واجعيش معك في الحارب أنا ما قلتش كده والله ما قلت كده أماما ليه قابت أنا أنا كنت عايزة أجيه عشان أشوفك وأهود معاك طب معلش أصل أنا باشتعل طول النهار وطعبانا محتاجة لأي بتسبوع الأخير أنت قلت إيه للبنت خلتينها مش طيقة علي؟ أنت لقى متخيل النم قوياها عليك أنت بشايف نفسك أن أنت قب فشل ولو كانت قاعدة معك كان زمانها مستقبلها زي اللي عندك أنا مش عارفة مين رقاعدة بتهب بإيه عندك قاعدة معبوها في حضن وفي حماة حماة؟ هاااااااا سلملي علي حماة وبقولك إيه أزيزو؟ أنت آخر مرة جبت جزمة ولا شانتة لبنتك كان إني تفتكر؟ طبعا مش هتفتكر بتعرفت جزمة اللي آيتم بتلبسها في رجلاها بتدوس عليها علقى بكام تستوى مرتبك أكتر من سنة؟ على فكرة أنت اللي سممت أفكارها إنت اللي أفكارك مسمومة أنا لو منك مكنتش تجوزت ولا خلفتها أصلاً لقا ات ما شوفها هبب إيه في حياتي حرام عليك يا أخي بناتك اللي عملتوا فيهم ده الله يرحمك يا سمية يارتني كنت نصحتك وقلتلك انفج بجلدك ده غوي فقر بيعشاقه زي عنين مامي تعالي عندي جايا يا روحي موسيقى